اهلا بحضراتكم من جديد وفقرة تريند تريند النهاردة الحديث سيكون على مباراة السنغال ومصر في ايابة دور الفاصل للتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم منتخب مصر خسر برقلات الجزاء الترجحية بعد فوز السنغال في الوقت الاصل والاضافي بهدف مقابل لاشيو ده نفس نتيجة لقاء الزهاب اللي مصر فازت فيها ايضا بهدف مقابل لاشيو تالي الفرقيتين احتكموا إلى رقلات الجزاء الترجحية واستطاعت السنغال الفوز برقلات الجزاء الترجحية وتتأهل إلى كأس العالم في قطر 2022 حديث السحف العالمية النهاردة مش هتكلم بقى عن السحف المحلية أو الإعلام الرئيسة في مصر بيتكلم في الصحف العالمية ولما تكلم عن السحف العالمية لازم تتكلم على الصحف البريطانية تحديدا صحيفة زاصن وديلي ميل بيتكلموا عن أحداث مباراة السنغال ومصر الأحداث بتتكلم في سياق إيه هل في السياق الأمور الفنية ولا في أي سياق لا النهاردة زاصل ومن خلال الصورة رسمية لقدامنا على الشاشة قالت أنه تم استهداف محمد صلاح والمنتخب المصري بوسطة الليزر خلال مباراتهم الحاسمة ضد السنغال وخسر الفرعنة مكانهم في مونديال قطر بطريقة مفزعة وأضافت أن لعب منتخب مصري اضطروا إلى التعامل مع مصدر إلهاء كبير خلال المباراة بسبب مشجعي أصحاب الأرض حيث تعرض صلاح مع بقية زملائه لأشعة الليزر في أعينهم طوال المباراة وأشارت إلى أنه في كل مرة كانت ترصد فيه الكاميرات لقطة مقربة لأحد لاعبي مصر كانت هناك أضواء خضراء تومد على وجههم كما تسبب التشويش المتعمد للاعبي المنتخب المصري بالليزر أو كما تسبب التشويش المتعمد للاعبي المنتخب المصري بالليزر في إهدار سلاس رقلات ترجيح من اللي قايل زاساند وهي من أكبر الصحف في بريطانيا وبتتكلم على أن استخدام الليزر والفزاعة اللي عملها الجمهور السنغالي في المباراة كل دي كانت من الأسباب اللي كانت ممكن منتخب مصري خسر بسببها المباراة وعدم التأهل إلى كأس العالم خدوا بالكم اللي بيقول ده صحيفة زاساند مش إحنا اللي بنتكلم مش إحنا اللي بنقول عشان الناس ما تقولش كل شوية انتوا بتقولوا مبررات لا يا جماعة ركزوا في التفاصيل اللي بتتكلم فيها الصحف العالمية انت قلتوا دايما كل مرة بتزعلوا احنا بنتكلم دايما داخليا ما بنتكلمش برا ليه عالميا النهاردة هي الصحف الكبيرة في بريطانيا بتتكلم على هذا الموضوع والصحف البريطانية أو الصحف الفرنسية لما النهاردة قلقت الدوع على الموضوع ده مش اتكلمت بنا على صور جت لها لا في المباراة كانت فيه صحفيين حاضرين في المباراة من بريطانيا ومن فرنسا كان فيه من الكيف كان فيه من ديلي ميل كان فيه من زاسان كان فيه أكتر صحفي من أوروبا حاضر هذه المباراة وشاف بعينه اللي حصل طيب الديلي ميل النهاردة كمان اتكلمت على ايه قالت الليزر تحت عنوان رئيسي الليزر الذي صلت على صلاح أثناء تقدمه لتسديد رقلة الجزاء كان سببا في اهضاره لهذه الرقلة ده الديلي ميل اللي بتقول مش احنا لان احنا لو اتكلمنا هتقولك ما انت بتتكلم عشان مصر وانت في الاخر اعلام رياضي مصر لكن النهاردة الديلي ميل لما بتتكلم على موضوع زي ده وحتى صورة قدامها وزي ما انتوا شايفين على الصورة ان الليزر اللي صلت على صلاح أثناء تقديم ولتنفيذ رقلة الجزاء كان سببا في اهضاره لرقلة الجزاء منع استخدام الليزر لانه بيبقى جزء من التشويش على اللعيبة أثناء المباراة فبالتالي بيبقى فيه عقوبات هنا انضباطية على من يخالف الليحة وعلى من يستخدم اي ادوات بتخالف ليحة الاتحاد الدولي فالليزر ده جزء من هذه الجزء او جزء من هذه المشكلة فبالتالي الصحف العالمية لما تتكلم على هذا الموضوع ما يفعش احنا في مصر ناخد الامور ببساطة ونعديها ونعتبارها حاجة بسيطة لا لازم برضو تبرزها ولازم تتكلم عليها ولازم اعلامك كليه دور قوي جدا في تسليط الدوء على الامور دي لان بالمناسبة خدوا بالكم النقطة محدش برضو عايز يتكلم فيها انت بتلعب مع السنغال من رئيس الاتحاد السنغالي اوجستين سنجور نائب الاول لرئيس الاتحاد الافريقي يعني كل هذه الانتهاكات اللي حصلت في ملعب المباراة ملعب بلد رئيس الاتحاد السنغالي اللي هو الناب الاول لرئيس الاتحاد الافريقي انا بتكلم على اطار قانوني لشخصية المفروض مسؤولة عن القرى الافريقية لازم يكون لي دور لوعي جمهوره ما تقوليش اصلي دي الطريقة اللي هيتأهل بها لكاس العالم فيستخدمها سواء طريقة شرعية او غير شرعية لا ابنتكلم على مبدأ الفيفا حطه دايما في كل عنوينه الرئيسية مبدأ الفير بليه اصنغال ممكن تتأهل لكاس العالم ويتم اعتماد المباراة كبيرها ممكن يكون فيه غرامة مالية اقامت مباراتين ثلاثة بدون جمهور بتحصل كتير وحصلت مع فرق كتير في دور ابطال افريقيا لكن في النهاية هل دا يا صح؟ هل دا مزبوط؟ هل في اوروبا بنشوف مطشط كبيرة الفرق بيحصل فيها الكلام دا؟ ما بيحصلش في لقطة حصلت كمان في المباراة المحمد الشناوي لما بيصد القرى هوية على الارض كيس تلجة او ازازة تلجة او ازازة مية جات فيه رجله طبيعي كان هنا حكم المباراة كان لازم اتخذ اي اجراء في توقيته لكن واضح ان هو كان عليه ضغوط فكان عايز يخرج بالمباراة البر الامان كان واضحة من اول دقيقة ضمكوا على الصور وشايفين على الشاشة حجم استخدام الليزر في المباراة كل دا ما يكونش سبب او سبب رئيسي ان المنتخب خسر المباراة بسبب الامور دي تلا هو جزء من اسباب المباراة لكن في اسباب تانية بالتأكيد لكن مهم جدا وانت بتتكلم على الاسباب لازم تتكلم على الاسباب دي واحدة واحدة اللقطة اللي قدامكم دي دي ما كانش ينفع تعدى على الحكم الجزائري مصطفى غربال ما كانش ينفع تعدى عليه لان اللقطة زي دي كان لازم يقوم بوجبه ان يوفر الحماية للفريق داخل الملعب وكان لازم يكون في دور ايضا لكابتن الفريق محمد صلاح في اللقطة زي دي ان يوجي الحكم ان احنا لازم ناخد موقف في اللقطة زي دي ويتم التنبيه على مرايب المباراة عشان اللي أتزل زي دي وإنت في بداية المطش لما تتقرر يبقى فيه قرار أو فيه اتجاه اللي أنت بتحذر الفريل المنافس ولازم تحسس حتى الفريل المنافس أو الجمهور الفريل المنافس إن أنا مش في الملعب كده هبقى موجود هستحمل أي خروج عن النص لازم يكون ليه موقف لازم برضو لعيبتنا يكون عندها خبرة التعاون مع الحاجات اللي زي دي هل بقى الموقف في الملعب كان أكبر من الكل فالكل كان عايز يخرج بالمباراة ونركز في التسعين دقيقة أنا ما كنتش في الملعب فقد راحكم اللعبك هتبتفكر إزاي لكن فيه فرق بتعرف تكسب كويس قوي من وراء اللقطات اللي زي دي نفس في مرة أحس إن إحنا عندنا لعيبة بتعرف تستغل الموقف الزي عشان تعملها لحسابها أو تكبر الحاكم إنه يقف في صفها بعد موقف زي ده بالقانون مش مجاملة طيب دي جزئية الجزئية التانية